يقول بعض الناس ان تسمية الولد باسم عزيز او كريم او سيد تعد هذه التسمية حراما لان هذه من اسماء الله تعالى فما صحة هذا القول جاء في تفسير القرطبي عند شرح قوله تعالى عن يحيا وسيدا جاء ان في ذلك دلالة على جواز تسمية الانسان سيد كما يجوز ان نسمى عزيزا او كريما وذكر عدم حرمة قولنا سيدنا محمد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قريضة في استقبال سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم وقال عن الحسن كما رواه البخاري مسلم ان نبني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكره العلماء التسمية بهذه الاسماء عزيز وكريم وسيد اذا كانت معرفة بالمثل العزيز والكريم والسيد اما بغير التعريف فلا مانع والله اعلم